هالو لويتوند هاستيش في كونسوك اوفمانيم كنال انا احمد وانت الان بتتابع سلسلة مفردات كتاب بونز الموجودة على قناتي على يوتيوب رح نكمل الشابتر اللي احنا فيه اللي بتكلم عن المنزل او داس هاوس وصلنا عند داس فونت سيمة غرفة المعيشة او غرفة الجلوس فقط للتفكير الكتاب يحتوي على ترجمة لثلاث لغات الفرنسية والانجليزية والعربية احنا بنركز على اللغة العربية بالنسبة لبقية اللغات اذا عندك اطلاع فيهم بامكانك تقرأهم بشكل ذاتي وطبعا ركزوا على موضوع انكم تربطوا الكلمات مباشرة مع الصورة وزاي دايما رح اترك لكم الصورة من بعيد بنهاية الفيديو عشان تقدروا تاخدوها وملاحظة بسيطة بعرف طولت عليكم بس عشان افيدكم اكثر رح اترك الكلمات نفسها في الديسكريبشن فبإمكانكم تنقولوها بشكل واضح او تنسخوها خلونا ما نطول اكثر جاهزين لنبدأ نادان لوس قيتس اذا زي ما ذكرنا احنا موجدين بوحدة المنزل رح نتكلم اليوم عن وهي حجرة المعيشة او غرفة الجلوس نحكي لها بالعادة اول كلمة وهي داع شبيغل داع شبيغل المرآة داع فوهانج داع فوهانج وهي الستارة داع فانتي لاتور داع فانتي لاتور المروحة داع فانتي لاتور دي دكة دي دكة وهو سقف سقف الغرفة يعني دي دكة داع بلد غامن اطار الصور داع بلد غامن طبعا الفريمي يعني الفريم اللي حوالين الصورة وزي ما دايما بحكي لكم ركزوا على موضوع البشتم تأتكل أدوات التعريف وبالإضافة لموضوع الكلمات الطويلة بنقسمها وبنقرأها على شكل مقاطع داع بلد غامن داس جميلد داس جميلد لوحة فنية اللي هي اللوحة نفسها بعيدا عن الفريم يعني احنا ممكن نشير للفريم بشكل مستقل وممكن نتكلم عن اللوحة بشكل عام داس جميلد لوحة فنية داس زوفة داس زوفة الأريكة أو الكنبة دي لمبة دي لمبة مصباح داس زوفة كيسن داس زوفة كيسن المخدة أو المخدة الخاصة بالكنبة داع بايشت تل شغانك داع بايشت تل شغانك خزانة جانبية زي ما بتلاحظوا هي موجودة على الصورة داع تبش بودن داع تبش بودن سجادة أو سجادة الأرض داع كمين مدفئة الحطب داع كمين داع كمين زمس رف مدفئة الحطب داع كمين زمس رف مدفئة الحطب زي ما دايما بحكي لكم الكلمات الطويلة غالبا بتكون عبارة عن كلمات مدمجة وبالعادة بكون معناها جدا منطقي يعني بتكون عبارة عن مجموعة كلمات بدمجوها ليعبروا للشيء معين بشكل تفصيلي توضيحها أكثر داع زاسل داع زاسل كنبة مفردة أو منفردة كنبة مستقلة يعني داع كبولستاتي هوكا مقعد صغير منجد يعني بنتكلم عن الكنبة الكبيرة اللي بتكون طويلة لقدام داع كبولستاتي هوكا بإمكانكم تشيكوا على الصورة داع كاوشتيش طاولة غرفة الجلوس الطاولة اللي بننص داع كاوشتيش في عنا مجموعة صور إضافية حاب أعطيكم إياها بهذا الفيديو لو ننزل لتحت شوي بنلاحظ دي شلاف كاوش دي شلاف كاوش أريكا اللي بتكون قابلة للطي وبتصير سرير يعني هي عبارة عن كنبة وبتقلب بتصير سرير دي فيتغينا دي فيتغينا اللي هي البترينة أو خزانة بواجهة زجاجية دي فانزيبانك دي فانزيبانك طاولة التلفاز الكلمة الأخيرة معانا داس بوشا غيقال داس بوشا غيقال هي مش مكتبة حصراً بليوتيك مكتبة لكن إحنا الآن بنتكلم عن الرفوف المنزلية اللي بنحط فيها كتب يعني مكتبة صغيرة تقريباً زي ما بتلاحظوا موجودة عنا بالصورة بكل بساطة هي بنكون خلصنا فيديو اليوم أتمنى الفيديو عفاتكم اكتبوا لي شو المواضيع اللي حابين نتكلم عنها بالفيديوهات الجاية كان معاكم أحمد نراكم في فيديو قادم بس دان